السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الفيديو ستادس في المدن الزكية وهنتكلم على الزكاة الصناعية لانه مهم جدا في المدن الزكية موضوع الزكاة الصناعية من اكتر من جهة من جهة استنتاج اللي هيحصل ومن جهة رد الفعل السريع ما ينتظرش ان انسان يتدخل ويختار الاختيار لا هو لو فيه مثلا فيضان معين او فيه زحم مبريف الشرع اخر فهو يبقى عنده زكاة صناعية ويفكر ايه هاخد ان القرار ويبقى عنده نوع من انواع التعلم العميق دي بليرنج في الاول من سبتمبر عام 2017 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بيخاطب مجموعة من الطلاب الروس في جميع انحاء البلاد في اول يوم لهم في المدرسة فقال لهم الزكاة الصناعية هو المستقبل ليس فقط لروسيا ولكن البشرية جمعاء ومن يصبح القائد في هذا المجال سيصبح حاكم العالم اجمع الزكاة الصناعية اصبح المورد الاقوى الذي سيحدد مصير الامم في الاسمانة المقبلة ده الواشتن بوست سبتمبر 2018 وصحيفة جلوبال تايمز الصينية ذكرت في عام 2017 وضع مجلس الدولة الصيني خطة انتموحها لتصبح الصينة الدولة الرئيدة عالميا في مجال الزكاة الصناعية وحسب الخطة الموضوع ستصل الاستثمارات السين في زكاة الصناعية الى 150 مليار دولار امريكي بحلول 2030 وتوقعت مؤسسة الاستثمارات ميكنز في تقرير صدر في اواخر نوفمبر من العام الماضي ان تحل الروبوتات والزكاة الصناعية محلة 200 مليون عامل بحلول عام 2030 اي 5 مجموع القوة العاملة في العالم ان تكامل البيم مع الزكاة الصناعية يعطي قوة ويضمن للشركة للفوز بالمشايا والتقليل المخاطر حيث ان الزكاة الصناعية وتعلم الالة artificial intelligent and machine learning يتسللال لقطاع البناء والانشاء تعريف الزكاة الاصطناعية هو قدرة الالة على محكاية العقل البشري وطريقة عمله مثل قدرته على التفكير والاكتشاف والاستفادة من التجارب السابقة وماذا تطور رازي شهده والحاسوب في منتصف القرن العشرين اكتشاف ان الحاسوب استطاعته قيام بمهمات اكثر تعقيدة مما اعتقدنا حسنا هنا اكتشاف اثباتات للنظريات الرياضية المعقدة بالاضافة لقدرته عليها بالشطرنج بمهارة كبيرة ومع ذلك بالرغم من الاجابات الكثيرة في سرعة علاجة وسائل تخزينها لانه لا يوجد اي برنامج وسائل المجرات المرونة العقل البشري خصوصا بما يتعلق قيامه بالمهمات التي تطلب الاسنتاجات اليومية التلقائية لما تم اتعرض له تعلم الالة المشين ليرنج واختصار مل يمكن توسيط مفهوم تعلم الالة بانه احد الفروع المنبسكة عن علم الذكاء الاصطناعي الال القائمة على برمجة الحواسيب بمختلف اشكالها لتصبح قادرة على اداء المهام وتنفيذ الامر الموكولة اليها بالاعتماد على البيانات المتوفرة لديها وتحليلها مع تقييد تدخل البشري في توجيهها او تغييبه تماما واشعر الى ان مصطلح تعلم الالة قد ظهر بيعاز من رائد الذكاء الاصطناعي ارتيار سيمويل في سنة 1959 ضمن توقع عمل مختبرات اي بي ام ومن الجدير بالذكر فان الالة في هذه الحالة يجب ان تعتمد على تحليل البيانات المتخلئة اليها مسبقة لمواجهة الاوامر والمهام مطلوبة منها فيكون دور العصر البشري ضئيلا جدا في نهاية المطاف التعلم المتعمق او التعلم العميق ديب لرنج هو مجال بحث جديد يتناول ايجاد نظريات وخارزميات تتيح للالة ان تتعلم بنفسها عن طريف محاكاة الخلايا العصبية في جسم الانسان واحد فروع العلوم التي تتناول علوم الذكاء الاصطناعي ويعد فرع من فروع علوم التعلم الالي وتركز معظم ابحاث التعلم المتعمق على ايجاد اساليب استنباط درجة عالية من المتجردات بتحليل مجموعة البيانات ضخمة باستخدام تحولات خطية وغير خطية من احياء اخرى هناك بعض التطبيقات التي استطاعت ان تضاهي مستوى اداء الخبراء والمحترفين بالقيام بمهمات محددة ومن هذه التطبيقات المحدودة التي استطاعتها على الذكاء الاصطناعي القيام بها هي تشخص الطبي ومحركات بحث الحسوب وقدرته على التعرف على الصوت والكتابة اليدوية باوسط العبارات يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي الى الانظمة او الاجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام والتي يمكن ان تحسن من نفسها استنادا الى المعلومات التي تجمعها يتجلى الذكاء الاصطناعي في عدد من الاشكال بعض هذه الامثلة تستخدم روبوتات المحادثات الذكاء الاصطناعي لفهم مشكلات العملاء بشكل اسرع وتقديم اجابات اكثر كفاءة القائمون على الذكاء الاصطناعي يستخدمون وتحليل المعلومات الهامة من مجموعة كبيرة من البيانات النصية لتحسين الجدولة يمكن لهم حركات التوصية بتقديم توصيات مؤتامة للبرامج التلفزيونية استنادا الى عادات المشاهدات المستخدمين زي ما بيحصل في اليوتيوب لما تفرج على بعض الفيديوهات تجيلك بعض الحاجات القريبة من اللي انت تفرجت عليها ممكن مثلا شفت مسلسل ليحل فخراني الحلقة الثلاثين يبدأ يجيب لك مسلسل تاني ليحل فخراني بيبدأ يشوف الناس يتفرج على ايه بعد ايه وتبدأ ان هو يبرو ربوب بينه والذكاء الاصطناعي لا يكتصر على انتاج الانسان الايلي والعمليات الاصطناعية فقط بينما هو احدث علوم التكنولوجيا التي يهدف الى محاكات العقل البشري وامات عماليها لتنفيذ المهام بدقة وسرعة اكبر من العقل البشري وذلك من خلال القدرة على التحليل والاستنتاج والتخاذ القرار والمقدرة على الحل المشاكل وازالة العقبات بسرعة ودقة تفوق العقل البشري علم وهندسة صنع الائلات ذكية مضيفا انه لا يسعد ان يحتل الزكاء الاصطناعي دور العقل البشري كما اعتقد البعض بينما تم تطوير علم الزكاء الاصطناعي من اجل مساعدة العقل البشري على تطوير الاعمال في زل منظومة اصبحت اكثر تعقيدة ان الزكاء الاصطناعي يتعلق بقدرة على تفكير الفائق وتحليل البيانات اكثر من تعلقه بشكل معين او وظيفة معينة وعلى الرغم من ان الزكاء الاصطناعي يقدم صورا عن الروبوتات عالية الاداء الشبيهة بالانسان التي تسيطر على العالم الا انه لا يهدف الى ان يحلم حل البشر انه يهدف الى تعزيز الكدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير مما يجعله اصلا زو كيمة كبيرة ضمن اصول الاعمال وتشير الحصائيات الى انه تساهم عشرة تطبيقات رأسية للزكاء الاصطناعي في تخفيض تكلفة مشاريع البنية التحتها العملاقة بالنسب تصل الى 50% الزكاء الاصطناعي في التصميم يمكن للزكاء الاصطناعي ان يوفر حلولا للتصميم واختار الافضل مثل تصميم وتوزيع شبكة اتفاق الحريق او الصرف من خلال بعض القواعد يمكن دراسة افضل السيناريوهات واعدة جدولة مهام المشروع كما يكون اكتشاف افضل حلول للتعارضات ودراسة الحلول الافضل والاختيار بينهم كما يمكن استخدام الزكاء الاصطناعي في تقييم النموذج والتأكد من مطابقته للمعايير وفي مقال نشرى مؤخرا بانوان تصميم المعماري بمساعدة الزكاء الاصطناعي Artificial Intelligent Aided Artificial Design ناقش جان كيوتزي اساليب مختلفة لتنفيذ خوارزميات قائمة على الزكاء لتحسين التصميم تشير الان خوارزميات التطورية اصبحت مسألة تهم الفنانين والمصممين والمهانسين المعماريين مضيفين ان تطبيقاتهم في التصبيق المعماري تمت دراستها منذ فترة طويلة ويلاحظون ان خوارزميات التطورية يمكن ان تساعد المصممين على حل المشكلات عن طريق تحسين اشياء مثل الهايكا الانشاية واختيار المواد ربما تكمن الفرصة الاقصى الاصارة مع الخوارزميات التطورية الزكية في مراحل التصميم المبكرة على سبيل المثال تكون خوارزميات متابلت تقييم النمازج والبيانات الاخرى المتعلقة بأداء الطاقة والاضاءة والراحة الحرارية وجودة الهواء لانشاء خيارات تصميم تلبي او تتجاوز اهداف الاستدامة والافضل من ذلك انه يقيم عوامل اداء التكلفة لحد من نفقات دورة الحياة والحفاظ على فعالية التكلفة التصميمات التي تأخذ حقا الاستدامة والراحة والتكلف في الاعتبار بجدية ستنتج مباني افضل في المستقبل يكون انت تتكلم في المايك مع الحاسوب تكون لها كما في فيلم هير وبرنامج اسري في الايفون فيلم هير ده الرجل صراح واعتقد البرنامج دوت هو يعني جير لفرنتي بتاحته وصدم ان في ناس تاني بيتكلموها يعني حس انها خينة اريدك انتصام لي منزلا بمساحة خمس ادوار على مساحة 200 متر بتصميم الكروب الزي في خلال ثواني يكون الحاسوب بالتصميم المعماري والانشاوي والكهروميكانيكا بافضل تصميم صديق للبيئة ونموذك بين مخالي من التعرضات متى يكون هذا قريبا من فضل الذكاء الاصطناعي الذي يتطور كل ثانية وقد تتطور كثيرا وقت قراءتك للمقال عن وقت نشريه مختلفا عن وقت كتابتي وستكون تطور عندما تنهي المقال عندما يطور الانسان الذكاء الاصطناعي ستتمكن من اعتماد على نفسها بشكل ومفصل عن الانسان حيث تكون باعادة تصميم نفسها بمعدل فاق فاق وان كان باتريك هيبروند من شركة ادوبي يعتقد ان الذكاء الاصطناعي لان يدخل في التصميم لاساس لاسا الكلام من الصحة ان الذكاء الاصطناعي يمكن ان يحلم عن البشر وخاصة كمصمين هو بيقول ان لا مش ينفع ان هما يصمموا بس كل شوية بيحصل في تطور بيبدأ هو يعمل اشعار دلوقتي ويعمل لوحة فنية وحاجة زكاة الزكاة الاصطناعية في التنفيذ يمكن للروبوت والدرونس والطبع السلوسية البعاد ان تاخذ تصميم البيم وتطبقه بالموقع مباشرة ومن خلال الزكاة الاصطناعية يمكن التغلب على المشاكل المفاجئة التي يمكن ان تحدث كما يتم الان مراقبة تسير العمل بالموقع على دراسته وهناك خوى رزميات زكاء صناعي لمعالجة الصور ومعالجة البيانات لتقليل الحوادث كما يمكن تحليل صور ومعرفة تحديد العمال الذين لا يرتضون خوزات السلامة ويمكن متابعة الشيحانات لمعرفة اماكنها حتى يستعد العمال قبل ووصولها مشارطا فيه كاميرات مراقبة موجودة في الشوارع لو انت بتمسك الموبايل وبتكتد فيه بيروح مصورك على طول لو انت بشمط الحزام الخط بش موجود بيبدأ يصور يعني هو بيمسك كل صورة ويحللها الزكاة الصناعية في التشغيل يمكن ادارة المبنى تلقائيا وادارة اعمال السيانة وتحكم في التجييف والنارة وتوفير الطاقة بشكل رائع من خلال الزكاة الصناعية للمدن والمباني الوجه الاسود للزكاة الصناعية قام ايلون ماسك بتغييد صورة تعيد النقاش حول امان الزكاة الصناعية الطريف الامر انها احتوت على صورة اعلان لدمان المقامرة تقول الالات هي من سنتصر في النهاية مع العلم بانزلك لو شير بضوح الالات الكمار بطابة الاكثر خطورة ان الخطر الذي يشكله الزكاة الصناعية اكبر من الخطر الذي يشكله كوريا الشمالية انزى انزى ماشين والوين وحذر خبراء مثل سليفن هوكينج من زفات طويلة من قدرة الزكاة الصناعية على تدمير البشرية في مقابلة اجراها عام 2014 وذكر الفيزياء الشهير ان تطوير الزكاة الصناعية بامكانه انهاء الجنس البشر بل انه يرى ان انتصار الاتمتة سيشكل ضررا على الطبقة المتوسطة ويقول مايكل فازر كبير موظف العلوم في ميتا ميد اخترع الزكاة الصناعية اعظم من الانسان دون حذر كافي فمؤكد ان الناس البشرية سوف تنقرت في وقت كثير جدا ومن الواضح على الاقل في المتمن العلمي ان الترمية غير مقايدة للزكاة الصناعية قد لا تكون في مصلحة البشرية وتبذل حاليا جودا للبدء في سيغة بعض هذه القواعد لضمان تطوير الزكاة الصناعية المواجهة اخلاقيا فقدم معهد مهندسي الكارباء الالكترونيات اول مسودة من المبادئ التوجهية التي يوما ان توجه المطورين في الاتجاه الصحيح ويقول ستيفين هوكينج تطوير الزكاة الصناعية بامكانه انهاء الجنس البشر بضفة ذلك في النكبر اسماف تكنولوجيا تجتمع معا للتنظيم الذاتي قبل اتخاذ الحكومات اي خطوات وقد بدأ بالفعل باحثون العلماء من شركات تكنولوجيا كبيرة مثل اي بي ام و جوجل و امازون و ميكروسوفت و فيسبوك بمنقشات لضمان تحقيق الزكاة الصناعية المنفعية الانسانية وليس تهدها مازال الطريق طويلا امام الزكاة الصناعية قبل تشكيله تهديدا مع ذلك في ان التقدم يمضي نحو الامام على قدم ينوصك كما ترى فيه المجالات وليس فقط صناعات البناء يوجد خوف حقيقي من الزكاة الصناعية لليات سوف تغلب البشر وفقا لالني استاذ العلوم العصبية الحاسوبية بجامعة الشيفيل فالناس الخوف في غير محليه في نهاية المطاف ليس ان مجرد ان الزكاة الصناعية يمكنه ان يتعلم ليتتبع ذلك حقيقي ان الناس تعلم فجأة جميعا كمان في الزكاة البشري وتفوق هنا مضيفا انه يتعين علينا التأكد من اننا نستخدم هذه التقنيات بشكل مفيد التعلم العالي والزكاة الصناعية ادوات يمكن استخدامها بطريقة صحيحة وخاطئة مثل كل شيء اخر انها الطريقة التي تتم استخدامها والتي يجب ان تهمنا وليس الاسريب نفسها الواجه الابيض للزكاة الصناعية يعتقد مارك دوكربيرجو بيلجيتس واميت راي اند راي كورزويل ان الاسفادة التي سنكسبها من الزكاة الصناعية ستكون اكبر بكثير من الازال محتمل لها وعده كاتب الامريكي الشهير وعلم الكمبيوتر والمخترع راي كورزويل من الاسفادة العديدة التي تؤمن باننا يمكن لانزكاة صناعية وقال لطالما كانت التكنولوجيا سلاحة زي حدين فالنار وفرت لنا التدفئة وسيلة الطبخ وفي نفس الوقت حركة منتلنا كتل في العرب العالمية الثانية خمسين ميلو شخص وكان سبب ذلك بالتأكيد وقوم بقوة التكنولوجيا في ذلك الوقت بحب الدكتور امتري ان يركز على الجانب الايجابية والوردية لزكاة الصناعية وفي كتابه زكاة الصناعية خارج رحيم قال ان زكاة الصناعية هو افضل وسيلة لتغيير المجتمع والغاء عدم نسواه وعلى صعيد ما فان البشرية الان على وشك ان تدخل في عصر عبودية لزكاة الصناعية والتكنولوجيا الحيوية وعلى صعيد اخر فان البشرية على وشك التحرم من الام والمعاناة بمساعدة الزكاة الصناعية وغيره من التقنيات او في الظل هذا النمو المسترع للزكاة الصناعية فان التوقيت هو كل شيء والامر مترك لنا في كافية استخدام هذه الادوات القوية يمكن منع استخدام الزكاة الصناعية عبر تطوير اجزاء معقدة من المشاعر مصد الحب والرحمة في خوارزميات التعلم ويقول مارك زوكربيرك انه متفايل بخصوص الزكاة الصناعية وزي تمر علق على احدهم انا لا افهم هؤلاء الناس الرافدين الذين يحشدون الصناعيات نهاية العالم انه الامر سلبي حقا واعتقد بانه فعل غير مسؤول لحد كبير واخيرا فان فكرة التفرد التكنولوجي او الزكاة الفائق الالة تعود على الاقل الى رائد الزكاة الصناعي راي سولومنوف الذي حذر في عام 1967 على رغم من عدم وجود افاق للالات الذكية للغاية في المستقبل الكريم لان الاخطار والمشاكل المحتملة صعبة وجدية جدا سيكون من الجيد ان يقرس عدد كبير من البشر لاسكياء كثيرا من التفكير لهذه المشاكل قبل زهرها كيف ابدأ لو انت عايز تبدأ بقى في الزكاة الصناعية القصة دي لازم تبدأ تعلم لغة البيسون لو عدت تقرأ وتتفرج على فيديوهات الزكاة الصناعية مغير ما تكون عارف لغة برمجة زي بايسون ممكن بايسون اقول لغات تانية عندك روبي لو تحب تفرج على روبي قصد يعني بتحب تعلم لغة روبي جوافة برولوب كل الحاجات دي كويسة جدا بس لازم يكون عندك لغة برمجة لاشتطلبها الكلام اللي انت بتسمعه على رغم من استخدام لغة بايسون في مجال الزكاة الصناعية امرا حديثا الا انها تعتبر من افضل واسرع اللغات في التعامل مع برامج هذا المجال لان عندها مكاتب كثيرة جاهزة فبشي تبدأ تكتب كل حاجة بس فر تتمتع بايسون بالعديد من المميزات حال ذكرنا لمجال الزكاة الصناعية لديها مصادر عديدة ودوكمنتيشن لغة سهلة و بسيطة وحتى تعلمها عند مكاتب غيرها من لغات الوبشيكت اوريانتد بروغرامنج او لغات البرمجة الكائنية ايضا تمتلك لغة بايسون العديد من المكتبات اللي التعامل مع الصور مثل 3D Visualization Toolkits معايا VTK Bison Imaging Library والكثير من الادات الاخرى التي تخدم التطبيقات الالكترونية والعلمية تمت اسمها بشكل جيد وسرير لقاية ما يجعلها مناسبة جدا لتطبيقات الزكاة الصناعية هي ايضا مفيدة على مدى واسع البرامج النصية الصغيرة وكذلك تطبيقات المؤسسات الكبيرة وتعتبر من ضمن لغات مفتوحة المصدر وهذه ايضا ميزة رائعة دي بعض المكتبات البايسون زي AIMA والبيداتالوج والسيمبل AI والإيزي AI ترجمة نانسي قنقر